قالت منظمة الصحة العالمية إن الظروف في غزة تخلق البيئة المثالية لانتشار الأمراض وحذرت المنظمة من أن تدمير النظام الصحي في غزة يؤدي إلى انخفاض معدلات التطعيم الروتيني وزيادة خطر الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحة بما في ذلك مرت شلل الأطفال بيئة مثالية لانتشار الأمراض هذا هو حال قطاع غزة الذي وصفته منظمة الصحة العالمية فالقطاع يعيش مأساة صحية فمن لم يستشهد في القصف الإسرائيلي المتواصل يموت بالأمراض المنتشرة في القطاع ووسط النظام الصحي المدمر واستمرار النزوح المستمر وترد نوعية المياه وضعف الصرف الصحي حذرت منظمة الصحة العالمية من أن هذه الظروف تؤدي إلى انخفاض معدلات التطعيم الروتيني وزيادة خطر الإصابة بالأمراض بما في ذلك شلل الأطفال منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن معدلات تغطية تطعيم شلل الأطفال قبل بدء الحرب كانت مثالية لكن النظام الصحي الآن ينعدم يوما تلو الآخر حيث يعمل 16 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى ويعمل 45 مرفقا من أصل 105 مرافق للرعاية الصحية الأولية ومع استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار على قطاع غزة تتفاقم أزمة المياه مما ينذر بتفشي أمراض النزلات المعوية والكوليرا والأمراض الجلدية التي تهدد حياة الأطفال وكبار السن والمرضى من أهالي شمال قطاع غزة وفي شمال القطاع تتفاقم أزمة المياه في مخيم جباليا بسبب توقف محطات التحلية جراء نقص الوقود والطر سكان المخيم لاستخدام المياه غير الصالحة للشرب حتى لا يموت عطشا مما دفع وكالة الأونروا للتحذير من تفشي مرض الكوليرا الكارثة الإنسانية تتفاقم وتتصاعد وتنذر بالخطر على آلاف الفلسطينيين ناهيك عن المجاعة الوشيكة التي حذرت منها المنظمات الأممية والإغاثية في ظل السيطرة الكاملة على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح مما حال دون إدخال المساعدات وأثار حفيظة المجتمع الدولي الذي طلب مرارا وتكرارا سلطات الاحتلال بالسماح بفتح المعبر